موسيقى بعد زيارته للإمارات للمشاركة في القمة العالمية للحكومات الرئيس عبدالفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن على التنكين بالمواطنين في معاشهم وفي حياتهم بالاحتكار والمضاربة وتحزين السلع الرئيس التونسي يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في تونس جوتيريش يدعو إلى جمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة شهور مشاهدين الكرام أسعد الله صباحكم وأهلا بكم في هذه النشرة عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي في ختام الزيارة التقى الرئيس السيسي كل من رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دكتور محمد الجاسر أخويا الشيخ محمد وأخويا الشيخ شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأتي مشاركة السيد الرئيس في ضوء خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة والتي تنعكس على التنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين كما شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المائلة المستديرة للشركات المليارية وذلك على هامش المشاركة في فعليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي وبحضور مسؤول عدد من كبريات الشركات الناشئة المليارية في تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإدارة المستدامة للموارد كما شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة بعنوان استثمر في مصر التجربة الصندوق السيادي المصري وعلى هامش المؤتمر التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دبي السيدة كيرستالينا جيورجيبا المدير العام لصندوق النقل الدولي اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون بين مصر وصندوق النقل الدولي لسيما في ضوء برنامج التعاون بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دبي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اللقاء شهد مناقشة أطر التعاون القائم بين مصر والبنك في القطاعات ذات الأولوية لعملية التنمية في مصر كما التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دبي السيدة نجلاء بودن رئيسة وزراء الجمهورية التونسية وعقب انتهاء الزيارة غادر السيد الرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية التي يستفيد منها سكان القرى تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والمتضمنة 1477 قرية ونسب تقدم الأعمال فيها والموقف التنفيذي للمرافق في عدة قطاعات وكذلك موقف مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومستهدفات أعمال وزارة الاتصالات في المرحلة الأولى من المبادرة والخدمات البريدية المتطورة أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي متابعة أعمال محور التحول الرقمي الخاصة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في ظل البدء في الانتقال التدريجي لعدد من الوزرات جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة التحول الرقمي بالعاصمة الجديدة حيث تمت الإشارة لآخر التطورات الخاصة بمكونات مشروع التحول الرقمي وما يتضمنه من تطبيقات تخصصية وتشاركية كما تناول الاجتماع موقف جاهزية المباني الحكومية وما يتعلق بمشروع التحول الرقمي لمختلف الوزرات والجهات الداخلة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل الانتقال الفعلي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة توجه سامح شكري وزير الخارجية من مدينة دبي حيث شارك في القمة العالمية للحكومات إلى العاصمة الإثوبية أدي سبابا لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي والذي يعقد غدا وبعد غد على مستوى وزراء الخارجية وتسبق أعمالهم عقاد قمة الاتحاد الإفريقي ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الجديدة عدة موضوعات وقضايا مهمة تمثل أولوية على الساحة الإفريقية أعرب وزراء خارجية خمس قوى غربية عن قلقهم البالغ إزاء قرار إسرائيل بالمضي قدما في بناء آلاف المستوطنات معتبرين أن تلك الإجراءات لن تؤدي إلا لتفاقم التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتقويض جهود التوصل إلى حل الدولتين وفي رد فعل على البيان الأمريكي الأوروبي المشترك بشأن المستوطنات قال وزير الأمن الإسرائيلي بنغفير أن تسع مستوطنات لا تكفي مضيفا أن حكومته ترغب في بناء عدد من المستوطنات أكثر من ذلك بكثير إدانات عربية ودولية مستمرة لسياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بشأن توسيع المستوطنات خمس دول غربية أعلنت معارضتها لقرار حكومة نتنياهو المضي قدما في بناء ما يقرب من عشرة آلاف وحدة استيطانية وعزمها بدأ عملية شرعنا لتسع بور استيطانية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بمجاب القانون الإسرائيلي وأكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة في بيان لها أن ذلك سيؤدي لتقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين القائم على التفاوض وانضم مجلس التعاون الخليجي إلى جامعة الدول العربية ومصر في التنديد بقرار حكومة الاحتلال مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن تلك القرارات يأتي هذا على وقع تداءة إسرائيلية مستمرة في الأراضي المحتلة حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية هذا العام إلى 48 فلسطينيا بينهم 11 طفلا كان آخرهم الطفل محمود العيدي الذي استشهد برصاصة في الرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طباس كما أعلنت مصادر طبية استشهد شاب بعد رحلة علاج استمرت لمدة عامين نتيجة إصابته برصاص قوات الاحتلال في جنوب الخليل وعلى خلفية اشتباكات ساخنة في مخيم شعفات قامت قوات الاحتلال بحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت 15 فلسطينيا في مناطق متفرقة كما قامت جرفات إسرائيلية مدعومة بتعزيزات عسكرية بهدم منازل أربع عائلات فلسطينية في عكا يسكنها ما يزيد عن 20 فردا مقاما منذ أكثر من 70 عاما بحقة البناء دون ترخيص واستمرار للجولات الاستفزازية في بحات المسجد الأقصى المبارك قاد مستوطن إسرائيلي متطرف اقتحما جديدا للأقصى برفقة عشرات المستوطنين تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض المعتقلين في الأيام القليلة الماضية بالمسؤولية عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في تونس بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية متعهدا بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم لما سماه تطهير البلاد بعد الخطوات الإصلاحية السياسية التي تخذها الرئيس التونسي قيس سعيد لعودة الاستقرار إلى البلاد بدأت معركة أخرى لتقل أهمية عن المعارك التي يخذها الرئيس التونسي لتطهير البلاد من الفساد حيث تعهد الرئيس التونسي بالمضي قدما بنفس القوة والتصميم للقضاء على كل من يقف وراء نقص السلع وارتفاع الأسعار في البلاد وتطهير البلاد من كل من يحاول تأجيج الأوضاع الداخلية وتأليب رأي العام نخذ المعركة والمعركة لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا على مدى عقود وعقود ومن بين الأسليب القذرة التي لجأوا إليها وما زالوا يعملون بها وبواسطتها على التنكين بالمواطنين في معاشهم وفي حياتهم بالاحتكار والمضاربة وتخزين السلع بل وتخزين الأدوية ويعاني تونسيون منذ شهور من نقص في عدة سلع أساسية على رفوف المتاجر مثل السكر وزيت الطاهي والقهوة والحليب والزبدة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة مالية وعلى وقع تلك الأزمة قام قوات الأمن التونسية منذ عدة أيام بالقبض على عدد من الشخصيات التي تربطها صلاة بتنظيم الإخوان الإرهابية في تونس وراء أزمات توزيع المواد الغدائية ورفع أسعارها أحيى اللبنانيون الذكرى الثامنة عشرة لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وذلك بالعديد من الفعاليات في محيط ضريحه بساحة الشهداء في وسط العاصمة اللبنانية بيروت وفي موقع اغتياله في ساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت وفي موقع اغتياله أحيى اللبنانيون ذكرى ثامنة عشر لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وذلك عبر العديد من الفعاليات في محيط ضريحه شارك في الفعاليات المقامة في محيط ضريح الحريري آلاف المواطنين ونجله رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين وعدد من صفراء بينهم السفيرة الأمريكية بلبنان دورتي شياع كما استقبل رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري عددا من كبار السياسيين والشخصيات العامة التي حضرت لتأكيد على مكانة راحل في تحقيق الاستقرار بالبلاد وتحقيق التقدم والازدهار وفي صيد مسقط رأسه عاصمة الجنوب اللبنانية تم رفع صور رئيس الأسبق رفيق الحريري في مسيرات جابت مناطق متفارقة من المنطقة حيث حمل المشاركون أعلام الدولة اللبنانية بحضور عدد من الشخصيات العامة في المنطقة وكان رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري قد تعرض موكبه إلى استهداف بسيارة مفخخة تم تفجيرها عن بعد مما أصفر عن مقتله و21 من مرافقه في 14 فبراير عام 2005 وعلى إثر ذلك أنشأت المحكمة الخاصة بلبنان بناء على طالب قدمت الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة وهي محكمة ذات طابع دولية قع مقاروها الرئيسي في لهايب هولندا ومهمتها محكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ الاعتداء الإرهابي على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وقضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالإجماع بإدانة ثلاثة متهمين في جريمة اغتيال الحريري وهم سليم عياش وحسن مرعي وحسين حسن أنيسي وحكمت عليهم بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمسة التي أسندت إليهم في أخبار الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا انتشلت فرق الإنقاذ في تركيا تسعة ناجينة من تحت الأنقاذ بعد مرور أكثر من أسبوع على الزلزال المدمر ومن بين الناجين أمس شقيقان يبلغان من العمر 17 عاما و21 عاما أنقذهم الرجال من تحت أنقاذ مبنى سكني بمدينة كارمان مارش إضافة إلى سيدك أنقذت من تحت أنقاذ مبنى في مدينة أنطاكيا بجنوب تركيا وقد أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نداء عاجلا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة شهور يأتي هذا في الوقت الذي دخلت أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودية بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا بعد أكثر من ثمانية أيام من الزلزال في إطار الجهود الرامية لتخفيف معاناة ضحايا الزلزال دخلت أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودية بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سوريا بعد أكثر من أسبوع من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة نحو 40 ألف شخص في تركيا وسوريا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وجه نداء طريقا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر ودعا كل دول الأعضاء إلى تمويل كامل ومن دون تأخير لجهود تأمين المساعدات لنحو 5 ملايين سوريا إن الحاجات هائلة ونحن ندرك جميعا أن المساعدات المنقذة للحياة لا تصل بالسرعة والحجم اللازمين منظمة الأمم المتحدة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا وتعد هذه أول مرة تدخل فيها الأمم المتحدة مساعدات عبر باب السلامة منذ توقفها عن استخدامها العام 2020 جراء ضغط روسي على مجلس أمنا الدولية أدى إلى تعديل آلية إيصال المساعدات عبر الحدود وتضم القافلة المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة إحدى عشرة شاحنة مساعدات استجابة لحاجات المنظمة المتضررة بشدة من الزلزال ويربط معبر باب السلامة تركيا بشمالي محافظة حلب حيث يقطن مليون ومائة ألف شخص في مناطق تحت سيطرة فصائل سوريا معرضة وهو معبر تجاري وعسكري تستخدمه تركيا والفصائل الموالية لها ومن أكثر المناطق تضرورا بالزلزال في سوريا تلك الخارج عن سيطرة الحكومة السورية شمال حلب ومحافظة إدلب حيث يقيم قرابة ثلاثة ملايين شخص تحت سيطرة الفصائل المعارضة ومن جانبه قال رئيس التركي رجب طيب أردغان إن قوة الزلزال المدمر تعادل مئات القنابل النووية دفعة واحدة الكارثة التي حدثت في تركيا تركزت في منطقة أكبر حجما من العديد من الدول المجتمعة وكانت قريبة من القشرة الأرضية بعمق سبعة كيلو مترات تحت سطح البحر وإذا ما قررنا هذا الزلزال بمثيلاته في التاريخ والتي كان لها أثارا مدمرة كانت الأثار المدمرة لهذا الزلزال وحده تعادل مئات القنابل النووية هذا وقالت منظمة الصحة العالمية إن تكلفة الحقيقية لزلزال سوريا وتركيا لم تحدد بعد وأن تعافية وشفاء منها سيستغرق وقتا طويلا وجهدا هائلين محذرا من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أكبر كارثة طبيعية في قرنة تضرب بلدا واقعا ضمن الفرع الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية هكذا وصفت المنظمة الدولية الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فداحة الخسائر البشرية تحت أنقاض الزلزال مرشحة للزيادة مع وجود عشرة الآلاف من الأشخاص في العراء بلا مأوى وسط ظروف طقس قارس البرودة وغياب أدوات الرعاية الصحية ونقص المساعدات الإنسانية خلال أسبوع من هذه الكارثة نجد أن الاحتياجات ضخمة وتتزايد كل ساعة يحتاج حوالي 26 مليون شخص في سوريا وتركيا لمساعدات إنسانية كما تتزايد المخاوف أيضا من ظهور مشاكل صحية مرتبطة بالتقس البارد والنظافة والصرف الصحية فضلا عن انتشار الأمراض المعدية مما يعرض بعض الأشخاص للخطر بشكل أكبر منظمة الصحة العالمية دعا كذلك إلى توفير الرعاية اللازمة لمتضرري الزلزال المدمر محذرة من التأثير الهائل لهذه الكارثة على الصحة العامة في المناطق المتضررة مخاوف انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أثارت الحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي والتوسع في البرامج الرقابية لتقليل تأثير بعيد المدى لهذه الكارثة التي تعتبر الأسوأ من نوعها في المنطقة في قرن مضى الأضرار الفادحة التي لحقت بأنظمة المياه والتعقيم تثير قلقا متزايدا وتثير المخاوف من انتشار الأمراض المعدية والمرتبطة بتلاوث المياه نعمل تحت مظلة الأمم المتحدة لأن هذه الكارثة تتطلب استجابة شاملة مثل توفير المياه النظيفة والتطهير والطعام والمأوى هناك مخاوف أيضا من انتشار الأمراض الموصنية مثل الإنفلونزا وكورونا منظمة الصحة العالمية قالت إن التكلفة الحقيقية لم تحدد بعد وإن التعافي والشفاء منها سيستغرق وقتا وجهدا هائلين أشرت حتى الآن عشرات الفرق الطبية للإغاثة الطارئة بالإضافة إلى ثلاث طائرات ومعدات طبية لإسعاف نحو أربعمائة ألف شخصة وهو ما يعد أكبر استجابة لها في أوروبا منذ خمسة وسبعين عاما وصف الرئيس الأوكراني فلودمار زيلانسكي الوضع في شرق أوكرانيا بأنه صعب للغاية وفي خطابه اليومي قال زيلانسكي إن منطقتين دونسك والوجانسك تشهدان معارك طاحنة مع القوات الروسية في محاولة للسيطرة عليهم بشكل كامل مضيفا أن كل شبر في الأراضي الأوكرانية يشهد معارك قال تقرير أمريكي إن روسيا تحتجز أكثر من ستة ألاف طفل من أوكرانيا في مخيمات بهدف إعادة تثقيفهم في إجراءات قد تشكل جريمة حرب وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن والمجتمع الدولي يحملان روسيا مسؤولية ارتكاب تلك الجرائم الأثار المدمرة للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا سوف يكون لها تداعيات كثيرة على الأجيال القادمة هذا التقرير الذي نحن بصدده الآن وغيره سوف يقود الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ قرار يحمل روسيا المسؤولية في ارتكابها جرائم حرب فضلا عن العديد من الفضاء التي ارتكبتها في حق الشعب الأوكراني قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشاك إن منح بلاده أوكرانيا طائرات F-16 أمر محتمل إلا أنه يتطلب ضغوطا على الدول الأعضائي في حلف الناتو مثل الكثير من المواضيع المطارئة سواء كان الأمر متعلقا بالدبابات اليوبارد أو السواريخ بيتريوت أعتقد أن الأمر يتطلب ضغطا على الحلفاء نعي جيدا أن أمكانياتنا في هذا المجال محدودة نمتلك فقط طائرات F-16 غير أن الحلفاء لديهم إمكانيات أكثر أعتقد أيضا أن الحوار في هذا شأن أثمر عن قرارات إيجابية نحن بحاجة فقط إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الحلفاء طالبت الصين الولايات المتحدة ببدء تحقيق شامل بشأن ما وصفته بالتوغل المتكرر لمناطيد أمريكية في مجالها الجوي وتقول بكين أن الولايات المتحدة أطلقت مناطيد عدة على علو المرتفع حلقت بشكل غير قانوني فوق المجال الجوي الصيني ولدول أخرى بالمثل ترد بكين على واشنطن وفي المقابل تكيل الصين للولايات المتحدة لاتهمات ذاتها بالتجسس وتطالب بإجراء تحقيق شامل بشأن ما وصفته بالتوغل المتكرر لمناطيد أمريكية في مجالها الجوية منذ مايو في العام الماضي أطلقت الولايات المتحدة من الأراضي الأمريكية مناطيد عدة على علو مرتفع قامت برحلات جوية بشكل متواصل حول العالم وحلقت بشكل غير قانوني فوق المجال الجوي للصين ودول أخرى أكثر من عشر مرات من دون أي موافقة من السلطات الصينية وعلى نفس منوال النفي الصيني صارت واشنطن حيث أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أن بلاده لا ترسل مناطيد تجسس لتحلق فوق الصين وبدى كأنه يكرر نفي بكين حين أوضحت من قبل أن منطادها الأبيض الذي أسقطت واشنطن هو منطاد مدني يستخدم لأخراض البحث خاصة الأرصاد الجوية ويسود التوتر على العلاقات الأمريكية الصينية منذ رصد منطاد صيني فوق عدد من المواقع النووية السرية الأمريكية أسقط في الرابع من فبراير قبالة السواحل الشرقية الأمريكية وعلى خلفية الواقع أجرى الجيش الأمريكي تعديلا لمعايير ضبط أجهزة الرادار لتمكنها من رصد أجسام أصغر حجما ما أصفر عن رصد ثلاثة أجسام طائرة إضافية غير محددة أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإسقاطها لكن واشنطن عادت وقالت إنها ليس لديها حتى الآن ما يشير إلى أن الأجسام الثلاثة جزء من مناطيض صينية إذن هي حرب جديدة بين واشنطن وبكين لكن هذه المرة بسلاح المناطيض في ميدان السماء بعيدا عن الحرب التجارية غير المعلنة في أغلب أسواق مدن وعواصم دول العالم ليبقى السؤال إلى أين تتجه المسارات بين القطبين ومن سيحسم النصر في السماء والأرض إلى نهاية هذه النشرة بتذكير بأهم العنوين بعد زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في القمة العالمية للحكومات الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن على التنكيد بالمواطنين في معاشهم وفي حياتهم بالاحتكار والمضاربة وتحزين السلع الرئيس التونسي يشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن نقص الأغذية وارتفاع الأسعار في تونس الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى جمع نحو أربعمائة مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا على مدى ثلاثة أشهر نهاية هذه النشرة نشكركم للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر